أمراض الجلدية تتأثر بتغيرات الطقس على سبيل المثال أكثر الأمراض الجلدية حب الشباب يكون تتأثر بعمل الطقس مثل الشمس والحرارة والرطوبة كمان في بعض الأمراض مثل الوردية المراضة كثير شائعة تغيرات المناخ تتأثر على حياة الشخص بشكل في الحر زيادة تطلع في الحر في الشمس في الرطوبة كل هذه في بعض الناس اللي عندهم مشكلة الوردية ممكن يكونوا محصورين في البيت لا يقدروا يطلعوا أثناء النهار يسبب تهيج البشرة في هذا الوقت كمان في بعض الأمراض الجسدية مثل مرض الذئبة الحمراء التعرض للشمس ممكن يزيد من تفاقم المرض عندهم سواء في الجسم أو في الويت وبعض الأمراض الوراثية مثل مرض الألبينو اللي هو نقص الصبغة في الجلد عند تعرضهم للشمس مباشرة هاي لتطلعهم بقع بيضة؟ الألبينو لا هو نقص الصبغة اللي بيكون جميع جسمهم لونه أبيض حواجبهم رموشهم ما عندهم صبغة في الجسم كامل نقص الصبغة في الجسم كامل نقص الصبغة في الجسم كامل